بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنبني مع اولادنا مستقبلهم و احنا بنبني مع اولادنا كمان منظومة قيامهم و احنا بنبني مع اولادنا كمان الحياة الطيبة في شوية امور كده لابد ان احنا نقف فيها بهداوة و نفكر فيها بتمعهم لان دوة مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة و ما نوزع من شيء إلا شانة ده في كل مواقف في كل مواقف حتى في المواقف الصعبة اللي اقول واحد منها دلوقتي لان من اكتر المواقف اللي بتبقى مؤثرة و بتبقى كمان موترة لكتير من الاهالي و احيانا بيكونوا مش عارفين يتصرفوا معاها ازاي لما البنت تيجي تقول لمامتها ان هي بتحب حد تعرفه او الولد يقول لولدته ان هو بيحب بنت يعرفها اه انتوا طبعا مستغربين ازاي احنا بنعالج الكلام ده لان احنا في الحقيقة احنا واخدين عهد على نفسنا في البرنامج ان احنا نقدم مقترحات ومعالجات وتحليل لحياتنا احنا مش بقول ان احنا بنستخبى ولا بقول ان احنا مش نتفل راسنا في البرنامج لكن احنا نناقش المسائل بوضوح و بتنور هنا بقى لما بيحصل الولد او البنت يجي يقول له ابوهم الكلام ده وخاصة ان احنا بيمروا بفترة مراقة وهم بيمروا بفترة مراقة هنا بتتنوع استجابات المربين تجاه الحكاية دي وحتى شوف كده بيسموها الحكاية دي فمنهم مثلا اللي بيتعاملوا بطريقة حب ايه يا ابني حب ايه يا بنتي وانتم لسه طلعتهم من البيضة فالاولاد يحسوا ان الاب والام مش فاهمينهم مش بس مش فاهمينهم انا هقولكم الشعور الحقيقي اللي بيفهموا الاولاد لما احنا بنحلل معاهم و بنقعد معاهم لان احنا قريبين منهم جدا بيحسوا انهم بيحتقرهم وبيحتقر مشاعرهم وانهم مش بيحترموا مشاعرهم بالقدر الكافي او لو اكتشفت الام ان بنتها بتكلم ولد او ابنها بيكلم بنت احنا بنتكلمش في ان ده صح ولا غلط احنا ده في الجزء ده من برنامج يوم الاتنين بنتكلم ازاي نتعامل مش بس الاحكام الشرعية لكن ازاي الشرع ممكن يقدم لنا معالجات وحلول من ابعاد متعددة جدا جدا ده سعادة الدنيا بتتقلب بقى رأسا على عقب وخناقات ويتاخذ من بايل وتتحبس وكمان واحنا غلطانين ان احنا وثقنا فيكو كل الكلام ده بيتقال والمشكلة بقى الحقيقية اللي محدش يقدر ينكرها المشكلة ان الطريقة دي بتزود العناد عند كتير من الاولاد ويخليهم يتمسكوا بموضوع اكتر ويحسوا وكأن الدوبامين بقى بالاثارة تحصل بقى الدوبامين يعلى ويحسوا ان حاتهم كلها موجودة في هذه العلاقة ويزيد العراق ما بين وبين اهلهم طب هو ايه التصرف المناسب اللي ممكن نتصرفه التصرف المناسب اللي ممكن نتصرفه ان احنا نكون من اهل الاتزان تخيلوا كده لو ان حضرت النبي لما جاله الشخص انا مش بقول ان اولادنا راحين دي الزنا لكن تعالوا نشوف ان موقف اللي عمله حضرت النبي مع الشخص اللي جاي قال له اولادنا مش كده خالص اولادنا مش كده احنا لازم ناخد الامور بالهداوة وبالهوادة اولادنا مش في هزي مش في هزي المستوى الرجل الشاب يجي لحضرة النبي وقال له طلب من حضرة النبي إنه هو يرخص له في الزنا حضرة النبي يتعامل إزاي؟ أول حاجة علمان حضرة النبي الهوادة والحكمة فالأمور لازم تتهامل بهوادة وحكمة كل ما المرحل بيمر بيها أولادنا بتعدي بحكمة وبهوادة وبيوسر كل ما كان ده أفضل لصحتهم النفسية للمناعة لمنعتهم ساعات يقولك للوينس للرزينيانس للعافية والصمود النفسي بتاعهم لأن في قاعدة أساسية في التربية اتعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة بتقول إيه؟ اللي أنا بتدأت فيها الكلام مع حضرتكم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة بلاش بقى تركبنا فكرة أنا أريد أن أحمد دين أنا لن يقول عني الناس أنني فشلت في تربيتكم أنا أنا مش هتوصموني بالعار ده الكلام اللي بيخلي المسائل تحس كده إن الدم ضرب في السماء والحالة والعد أحد يجي يقول لي يا مولانا أنت اللي بتقول كده أنت كده مش هتتعامل مع المسألة بعمف أما لسه أيل حضرت النبي إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة فالرفق هو الروح الأساسية بتاعت التربية ترجمة نانسي قنقر